السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم صحيحتكم أمهات دينا الأباء دينا الإخوان والأخوات اليوم إن شاء الله غنحضر معكم صفوف ولا تقولوا له سلو مهمتو ما يسمي كما حبيته إحنا را معروفين المغربة كيفاش كنسميه صفوف سلو كاليك يقولو الزميطة اليوم غنحضر معكم صفوف إن شاء الله بحول صفوف تقليدي رائع رائع جدا وعواش لكم بروكة تصوموا وتعودوا إن شاء الله ونعاد عليكم بالصحة وبالعافية والرزق الوفير يا ربي نتمنى أنكم تابعوني وتدعموني ولايك البنات لايك باش تدعموا القناة وشكرا بزاف والشكر الكبير لكم ونعيدها لكم وشكرا بروكة وتصوموا تعودوا إن شاء الله بحول الله وتابعوني كتشوفوا كيفاش تحضر ديالو ونحضروا عندنا هنا الزيت بارد وعندنا كيلو ديال اللوز راح عرفتوا تنغليوا وتنفسخوه الزيت بارد ونحضروا يعني ماحز الزيت كي يغلي وهو تتحمق هذا هالطريقة ديالزيت بارد البنات نتحضروا غزالة لا تتحمق لن يتحمق لن تحمق حتى الزيت سخونة تتحمق ونحضروا 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 بعد تحضروا اللوز ونحضروا كله 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 تجيح بضحب ما تتحرق ونحضروا ونحضروا حمار سوف نحضروا مع السخونة يكمي سوف نحضروا هنا هنا لدينا قليل لنحضروا ونحضروا ونحضروا ولكن المهي تتحرق وعلى طول ما هو كيتحمر ونتم تقلبوا من الفوق لتحت حتى كيتحمر لكم كله يعني ربا لا يساعدوا منكم واحدا واحد طول ساعة، ولا نساعة وميمتوا ما رأى عينكم ميزانكم رأى كل شي تبارك الله اللي بنات حادقات ومهم هكا كتبقوا تحركوا احتكى احتكى يتحمر لكم رف الكوكور تحميره تجيز و نوم قادة حسن من الفران كيف يحمر في الفران ولكن انا تعجبني نحمر في الكوكور دبا مني غن يتحمر غن ارجع معكم ان شاء الله عندنا هنا عندي جوج كيلو ديال الزنجلان محمرين و مطحونين نصف انتوما نديرو غير بحالي تنهرمشو تنخلي شوية يعني حي ها هو نصف دياله و يعني تقريبا واحد الكيلو لاروب نحنو تكي يطلق الزيت دياله هانتوما تكي يطلق الزيت دياله و عندي هنا يا كيلو و نصف ديال اللوز نصف ها هو تتشوفو تهو طاحناه يعني تبقى يخرج الزيت دياله و عندي النصف مهرمش باش كنبقوا نحسو به تيت مدغ هو هدا كيلو و نسلوز جوج كيلو زنجلان نقص منهم هاد زلافة يعني رابعة نقصتها باش نبقى اللوحة في الأخر و عندي هنا يا جوج معالق و نصف ديال النافع البستاني و ثلاثة المعالق و نصف ديال النافع العادي عندي قبيسة الملحة عندي زلافة ديال العسل زمزمي عندي جوج معالق ديال القرفة و عندي كيلو اللارو ديال السكر و لكن حسب الدوق ديالكم حسب الدوق حسب الدوق حسب الدوق بغيت تخلطوا بالعسل لا تتخلطوا بالعسل إذا كان عندكم حر ولا زمزمي و عندي هنا يا الزبدة انا عندي كيلو ديال الزبدة ها هي دوبتها حتى تقلع منها انشفت من الماء و حيت منها الرغوة يعني تتحيد منها الرغوة ما حدا هيك تتغلي و انا كنحيد الرغوة يعني تتبقى كيف تنقولو حنا اللوغو ديالها بحل نوازل كيلو ديال الزبدة عندي زيت العود نصف لتر ديال زيت العود ولكن انا على حسب على حسب الخالط حيث انا راه يعني كل شي مزيد مهم ده بغان نبدو ان شاء الله نخلطو غندير هذا الزنجلان هنا انا قلت لكم النص راه خليسو باش ما تنكلوش دك السفوف ما تنطحنوش بزاف زينجلان كلو باش ما تنبقوش نحسو غير بحالي كان ناكلو شي ضميطة ولا كنخليو شوية دقيق دقيق ديال القمح اللي تنطحنو انا ديرا انا ديرا هنتو ما لو بغيتوا الدقيق الخاص بالحلوية الرطب ديروه ماشي مشكلة ولكن القمح راه الصحي ديروه اللي تيجي شوية حيث كان شوية اللي تيجي يحرش ولكن اللي بغيت الصحة يدير القمح انا كيف تنعملوه في داري بدرتوه معاكم اللي بغيت هناك شوفو شوفو كيف دير هنتو ما راي يعني طالق الزيت ديالو اللوز انا كيف خدمت معاكم اللوز راي تنديرو في شوفو هذا حيث ما مطحون شبز زاف يعني هنتو ما حيث ما مطحون شبز زاف تبقى مهرمش وانا الزيت ذاك اللوز راني خدمتو معاكم شوفو اللون ديالو تبارك الله تيجي تعشق هانتو ما شوفو تبارك الله ما شاء الله تيجي اللون ديالو رائع انا تنقليف الزيت بارد وانا راشترح سهاليكم في الفيديو شوفو الزيت ديال اللوز ودبل اللي ياتي اللي عندها اكتفات للاحات قوي عندما تقول غدا تبدأ تدلك هادا تبريد سفوف تبريد تدلك ماشي غي تنخلطوه وتننحيدو الملحة راهنه غير للتصحيح الدوق ماشي شي حاجة عافي الحاجة الحلوه تنديرو الهمليحة باش كتوازلينو الدوق سوف نغربه ضروري دوزو في الغربال دعموني يا البنات والأمة هادينا والإخوان والأخوات نشكركم بزاف وشكرا على التبوع وراها كتخليوني كل نهار سوف نزيد معكم القدام وسوف نعطيكم حويجة جيدة سوف نكمل وسوف نرجع معكم هنا كيف ترون انا را خلطوا كله كله خلطوا سوف نصيف الزبدة سوف نصيف العسل سوف نعركوه وسوف نرجع معكم